اعلنت منظمة الطفولة التابعة للامم المتحدة يونسيف ان طفلا من كل اربعة اطفال حول العالم سيعيشون في مناطق تعاني من النقص الحاد في موارد المياه بحلول عام الفين واربعين وحذرت اليونسيف في دراسة صدرت بمناسبة يوم المياه العالمي من ان ما يقارب من ستمائة مليون طفل سيعيشون في مناطق تعاني من نقص شديد في مصادر المياه الصالحة للشرب في غضون عقدين من الزمن بسبب تنام الطلب على المياه جراء زيادة عدد السكان